من سيكون خلينا نروح إلى حالة افتراضية بدوا يرجع لودريان لا درتوا أنعتون بسليمان فرنجية ولا قدروا أنعوكن بجهاد أسعور بنا نروح إلى الطرف الثالث من سيكون هذا الطرف الثالث يلي عن جد تنطبق عليه مواصفات الخميسية في أرجحين حطيت أسماء خلينا اليوم نحكي أسماء في أسهم عالية لقائد الجيش نطرح اسم اللواء البيسري اسم الوزير ناجيل بستاني عطول مطروح اسم زياد بارود الوزير عطول مطروح اسم نعمة فريم نطرح أيضا هلأ على الساحة مين اللي بيقدر يكون فعليا هو هذا الطرف الثالث لو تم توجيه هذا السؤال لرأس قائرة حزب الله ورأس قائرة حركة رئيس نبي برري بعده عم بقول نحن مع سلامين فرنجية ما في حدا بيقدر يعطيك هلأ ورقة سلامين فرنجية الفريق الساعي إلى انتخابه بقول هلأ بتقليلي يجي تكلمة السر من السماء ما بعرف صراحة ما بعرف أنا مواطن عادي بهذا الموضوع ما بعرف بقيت الأسماء وبنقلك أكتر هذه الأسماء تتواصل مع رئيس برريوح تتواصل مع قائرة حزب الله حتى بيجوا بقولون في حال إذا قررتم أنه والله صار سلامين فرنجي خارج السباق نحن جاهزين وتتفاجأ في أسماء كمان مارونية ما بتلتقى بسياسات مع حزب الله عبد روح لعند حزب الله بهذا المحل واتصالات غير معروفة لكن عم يجي الجواب نحن وعندنا كلمة وحدة رؤيتنا الاستراتيجية نراها في اسلامين فرنجي مين عم يتواصل مع حزب الله هلأ؟ في كثير شخصيات مارونية عم يتواصل حتى اللي في كثير تعرفهم كلهم ما بدي أدخل هلأ هو كل ماروني بيحقله يا عبد رئيس كمان حتى اللقاء اللي صار بين محمد رعد وقائد الجيش بهذا المحل بمكان ما فيهم بيعرف قائد الجيش بهذا المحل منه كمان أنه بن مبارح بالسياسة وعب يقود المؤسسة العسكرية بس بيعرف رأي حزب الله في قائد الجيش سمع من الحج محمد رعد رأي حزب الله قاله شو قاله فينا نكون فينا نعتبرك خطة بي ولا لا نحن ما قاله خطة بي نحن بعدم نتماسكين باسلامين فرنجية بس ولكن العلاقة بين المقاومة وبين الجيش اللبناني نحن حرصاء على استمرارها بهذا المحل الجيش مؤسسي أنا عم بيتي عن قائد الجيش كمرشح لئاسي شو سمع؟ وسمع من أكتر من غير محمد رعد أنه إحنا في أنت شخص طيب وأنت شخص مسؤول وأنت شخص مني بهذا المحل بس ما قالوا له نحن بدنا نرشعك لرئاسة الجمهورية للزلم والزلمي ما راح طلب ماليش كمان نحن ما نعمل الرجل ما راح طلب الزلمي اسم مطروح اسم مطروح ما قاله انت عووا والله صوتوا لي وبهذا اللقاء صار في ثلاث نقاط تم تركيز عليها النقطة الأولى هي عملية هذا التضفق الناس حين السوريين كيف بيصير للحد مننا النقطة الثانية كيف يتم التعاطي بالجنوب بموضوع اليونيفل بهذا المحل بعد التجديد اليونيفل بمجلس الأمن النقطة الثالثة وأساسية اللي عم يحسن اليوم حزب الله وبدو يتفاجأ فيها البعض هو من سيتولى قيادة الجيش بس يروح الرجل على التقاعد بالأسبوع الأول من شهر واحد لأنه حزب الله بيعتبروا عن بلك أنا بدي طبي الأنون لا مهرب اللي يكون فيه رئيس أركان للجيش اللبنان لا يدير المؤسسة لأنه ما بيدير أرفع ضابط بهذا المحل وهون عم فيه انقسام دستوري فيه انقسام دستوري بس الرأي الأغلب فيه رأي يقول أنه لا مبلغ رأي الأغلب خليني كفة خليني كفة أنه فيه الرأي اللي بيقول أنه موضوع بأن رئيس الأركان هو الذي ينوب عن أو يحل محل قائد جيش حتى بالفقرة بالنصم حددي أنه أثناء الغياب ما قالت أثناء الذهاب إلى التقاعد يعني مثلا فيه نوعين وفيه الذي يقول أنه الضابط الأرفع فيه نوعين فيه نوعين من رجال فيه نوعين من رجال عمرا ورطبا فيه رجل دستوري بيطلع بيعطي رؤية كأنه عب يعطي رؤية سياسية بهذا المحل بس الرأي الغالب عند الدستوريين الصافيين الراقين الموضوعيين بهذا المحل أنه رئيس الأركان هو الذي يتولى قيادة الجيش بس ما يكون فيه قائد الجيش بهذا المحل حزب الله من وجه تقدم نظر وهذه من النقاط اللي عم يتم بحثة بين حزب الله وبين الوزير جبران باسيل أنه بهذا المحل خلي الحكومة بكرة تعين رئيس الأركان هلأ إن شاء الله بكرة منتخب رئيس جمهوري بتعين قائد الجيش ورئيس أركان جديد بهذا المحل هون بنفتح للان إذا بكرة ممكن نقرأ فيه أكتر من محل شاغر بالمؤسسات العسكرية بالمؤسسات القضائية وكذا إذا ما نظلنا على هذه النفس الطريقة وهذا الفراغ الحقيقي وهذا الفراغ الحقيقي وهذا خلينا نظلنا بهذا الفراغ أفضل بهذا المحل بس موضوع الجيش حزب الله عم يسأل من اليوم أنه بكرة خلي رئيس أركان يدير هذه المؤسسة من هون نحن نعرف أهمية انتخاب رئيس جمهوري اليوم قبل بكرة طيب لحتى اللي نخطب موضوع الودريان وندخل إلى موضوع المخيمات رح يرجع بجولة العبعة حامل معه ربما طروحات جديدة بس على ما أظن أو مثل ما الجميع المراقبين عم يقروا أنه راجع لتثبيت فكرة الطرف الثالث أو الاسم الثالث لأنه حتى السيناريو من جملة اللي قال الرئيس مئاتي والتفاؤل بأنه سيكون لنا قريبا رئيس جمهورية ربما الرئيس مئاتي بحسب معلومات أنه متكل على فكرة أنه بفل لودريان ما منقدر نفوت بحوار ما بينجح الرئيس بري بالدعوة لطاولة حوار قد يتم الدعوة حتى إذا اندعى لجلسة بيرجع نفس التوازن موجود وما منوصل فيه إلى نتيجة يقتمنع الجميع بما فيه ونحزب الله بضرورة تذهب إلى الاسم الثالث هيدا السيناريو يلي رح يصير أنا اللي سمعته من حزب الله وسمعته من الرئيس بري ومن كل الفريق المؤيد الإسلامية الفرنجية أنه بعضهم ماشي مع الزلمة من المتراجعين بكل بساطة بكل بساطة لا بفكروا لا بيخيار تالت ولا بيخيار رابع إذا مع عودة لودريان رح يعمل هذا اللقاء الموسع بأصل سنوبر العمين حكي عنه لا النواب يلي جاوبوا على الرسائل لما عنه مستسنى منهم مشكلة توجه له دعوات المواف بالمرحلة لاحقة السفر الفرنسي وقت بخطأ كمان فيه ناس استقبالوا منهم بارح لودريان بشو موجهه لهم الرسائل فيه ناس وجهه لهم الرسائل وجاوبوا ومستقبلوا ومستقبلوا ما كمان فيه فويتا نوقع فيها الفرنسي فويت بروتوكولي يعني برأيك ولا معصود ما بعرف شو أنا بشعب عرف عطيهم درس بس كمان أنا وجهت لك رسالة وردات عليه طيب إذا رجع واجتمع مع هالعالم هالعالم وعن بيتناعش بيهن بالأجوبة بس هاي الرؤية هذه النتيجة بدي رجع فيها بيش رجع فيها من بريس فقط بدي رجع فيها من نيويورك أكيد من الاجتماع الخماسي خماسي وهي المجموعة الخماسية شو بيكونوا توصلوا بهذا المحل ما بعرف بهذا الوقت شو بيكون صار بيكون تزهر الموضوع الحوثي السعودي بيكون تزهر موضوع الحوثي السعودي بيكون شفنا إذا فيه تقارب أكبر بين واشنطن وبين تهران وبيكون نحن بالأسف ماشيين بهذا الوقت الضائع والمزيد من الخسار والإنهيارات بمؤسساتنا وإنتاجنا إذا فيه أنت ما عاش فيه إنتاج بالبلد قبل ذهب إلى الفاصل بس كمان في شكل صحيح هذا الموضوع موضوع أصبح في يد الخارج وكذا بس وليك إذا كنا نحن فعلا بوطنية حقيقية يجب أن يكون هذا الاستحقاق على الأقل بنسبة كبيرة من عنديات اللبنانيين إذا 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 كنا بوطنية نحط ذي أحمر تحت إذا للأسف أتحبك تحت عشرة قد ما بدك جبران باسيل وحزب الله جبران باسيل وحزب الله الحوار طويل بينياتهم بس ولكن فيه أسس الفريقين عم يعملوا لإله أول شي جمهور حزب الله مرتاح وجمهور تاروات الحور لأنه بهذه اللحظة اللي راح فيها جبران باسيل على جهاد أزعور وتقاطعه مع القوة اللبنانية أكيد حزب الله كان مستنفر ونفس الوقت منه مرتاح لهذه الردود اللي تلقاها من العونيين وهذه الحملات الردود بين جمهور الحزب وجمهور الطيار على القليل بس ولكن هذه الخلاصة اللي راح يوصل لإلى الفريقين أكيد هي من بتترجم بتترجم بمجلس النواب عم بقولوا نحن لا نلزم فيها الآخرين هذه أنا تقديري بنشوف نتائجها بعد انتخابات الرئيس بعد انتخابات الرئيس أنه بموضوع الصندوق الاقتماني وموضوع الليمة ممتاز نحن بهمنا قبل اللي بعد بيكون بعد بيكون فيه راس عم يديره بس من هلأ لانتخاب الرئيس بس كمان خلينا عرف شغلي بعد ولا إشارة ولا حرف عم بقول أنه أنا ماشي مع سليمين فرنجي جبران بسيل ما عم بقولها ما عم بيعبرها ما عم بيعبرها بس كمان ما عم بقول بس وطقته أهوان من وطقة قائد جيل بس طبعا هو بيفضل بينه وبن نفسه أكيد بيفضل سليمين فرنجي هلا مشكلة أنه فيه تعددية خطاب عند الديار الوطن الحر الواحد عم بيقول شيء من النوع بس ما عم بروعة طاولة وعم بيقول له لحزب الله أنا بحطوا إيكس على سليمين فرنجي ما عم بيقول لهم هكي وهني ما بيقبلوا كمان طبعا أنا نعلم أنه نحن من نبعاد عن أنه فيه إمكانية أنا من نبعاد بس هذا الكلام هذا الكلام هذا باحترام الأستاذ على ألان هو من النواب نحط اسم سليمين فرنجي طبعا مقابل المكاسب الأخرى ألان للنواب المتابعين ولي بيعرفوه بس هيدا كمان إطار التكتيك السياسي وديالوك المفتوح بين حزب الله والطيار ما رح يجي يقول لك أنا خلاص نحن ما بدنا الزلمي بهذا الموضوع ما هو بيبلش بالسوار بس هتحسن أنه فيه تحضير لها القاعدة أو لعبة شد حبا بس بعد سليمين فرنجي ما دخل بعائل جبران بسيل بس كل بساطة وجزفعون وجزفعون أكيد لا ما رح يتخل له بأهله ما رح يتخل أنه بموضوع الوفاء الوفاء أنه ما كان وفي قائد الجيش مع الرئيس ميشيل عون علما أنه قائد الجيش باعتراف الجميع أدار المؤسسي بكل إتقان بسنوات الجمر صحيح بحرفية بسنوات الجمر بحرفية بموضوعية وبحيادية بغض النظر هلأ أنه بيوصل أو ما بيوصل لرئاسة الجمهورية موضوع تاني وحق الرجل